الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية وكمال العافية والشكر على العافية اللهم عافنا في أبداننا وأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة للسالكين لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد مرحبا بكم جميعا وفي هذه الدقائق سنتعرف على شخصية في حقيقة الأمر أنا في حيرة من أمري كيف أتحدث عنها ولكن سنجتهد ما استطعنا إلى ذلك لأن هذه الشخصية إذا ما تحدثنا عنها فإنها حازت الفضائل في عليائها شخصية كما إذا سئل أحدنا من أنت يقال فلان يقال من أبوك من أمك من أخوك من عمك وهكذا هذه الشخصية أنا أعتبر أننا نغمس أيدينا في مستان من أجمل الزهور وأروعها إنها البتول إنها الزهراء إنها التي تعدت فضائلها وتعددت إنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه على أبيها سيدي رسول الله وترجم لها ابن حجر بقوله فاطمة بنت إمام المتقين التي تلقب بالزهراء وكلمة الزهراء معناها وضيئة الوجه التي حادت من الحسن أعلى وكفاها أنها اقتبست أنوار أبيها أبيها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والزهراء وذكرها أزهر والبتول وصفت بما وصفت به مريم عليه السلام فيقال فيقال كما يقال لمريم البتول يقال لفاطمة البتول والتبتل كما قال علماؤنا هو القطع يعني القطع الانقطاع عن ايه القطاع الانقطاع عن الدنيا وزخارفها من أجل الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى ولذا سميت ونقبت مريم بالبتول ونقبت فاطمة الزهراء بالبتول وكلمة البتول قيل في تعريفها إنها أن تعتزل البتول أي المرأة التي تلقب بهذا اللقب أن تعتزل الرجال يعني لا تتزوج تقابلنا هنا إشكالية إذا قلنا تعريف البتول بالنسبة لمريم فهي لم تتزوج وكان عيسى آية أما سيدتنا الجليلة الكريمة الكبيرة فاطمة فإنها تزوجت فقال البعض انقطاعها عن الرجال إلا عليك إلا علي يبقى استثناء ولكن هناك للعلامة ابن حجر في تعريف هذا ما ينشرح له الصدر حيث قال لإعتزالها نساء عصرها لما حازته من الشرف والنسب أيها من الشرف والنسب لأن فاطمة حازت من الشرف في ما لم يحذف غيرها يا أخي يا أختي إن قلنا من أبوها سيد الرسل حبيب رب العالمين شفيعنا يوم القيامة صاحب الحوض الحوض المورود واللواء المعقود صلوات ربي وسلام عليه سيد ولدي آدم أبوها من أمها أول امرأة آمنت من النساء وأول من ساندت رسول الله بمالها وأول من صدقته إذ كذبه الناس وهي المرأة التي جعل لها من رسول الله الولد فكل أولاده عليه الصلاة والسلام منها قديجة سوى إبراهيم الذي جاء من ماريا رضي الله عنها وأرضها فالأم شرف ما بعده شرف الأب فوق الشرف كله هو الذي علم الأمة الشرف زوجها ابن عم سيدنا أول فداء في الإسلام علي بن أبي طالب الذي أفدى رسول الله ليلة الهجرة زوجها هو من أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه وأرضاه وإذا تحدثنا عن الأبناء الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة إذن أنا أقول لكم نحن نضع أيدينا في بوكيه كبير من الورد كله يفوح بأعلى روائح المسك وكأننا في بستان موضوع في جنة الخلج عند الله رب العالمين إن تحدثنا عنها من حيث أن نسب فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء ولدت بالإجماع قبل البعثة بخمس سنوات قبل البعثة بخمس سنوات ولالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه الحضوة عند سيدنا عليه الصلاة والسلام فهو الذي قال كما أخرج البخاري وغيره إنما فاطمة أخرجه البخاري عن ابن بخرمة أن رسول الله قال إنما فاطمة بضعة مني من يؤذيها فقد آذاني الله يعني من أحبها فبحب الله أحبها من أحبها فبحب رسول الله أحبها ومن أبغضها أو من كرهها أو من أذى فقد آذى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكفيها ويكفيها أنها مطهرة من كل نجس كما روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه مرط مرط يعني لقول عليه شيء قطيفة شيء كالبشكير أو الفوطة يضعها الرجل أو المرأة على كثفيه هكذا دخل رسول الله فدخل الحسن فأدخله تحتها ثم دخل الحسين ودخل تحتها ثم جاء علي فأدخله الرسول تحت الكساء ثم جاءت فاطمة فأدخلها تحت الكساء ثم خاطب رب العلي بقول الله رب العالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيره الآية الثلاثة والثلاثين من سورة الأحزاب تلاها وهي المعروفة بآية بآية الكساء وهناك أيضا رواية عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاءها قالت جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسر الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين ثم رفع يديه ينادي ربه جل في علاه اللهم أهل بيتي اللهم طهرهم تطهيره اللهم أذهب عنهم الرجل وطهرهم تطهيره تطهيره قالت أم سلمة قلت يا رسول الله وأنا معهم قال إنك على خير إنك على خير ونحن أعلم أن أهل البيت جميعا هم المذكرون في الآية لأن تسلتل الآيات في سورة الأحزاب تدخل أمهات المؤمنين وتدخل كل من حرمت عليه الصدقة كأبناء علي وأبناء عقيل وأبناء جعفر بلأبي طالب وهكذا المهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لقول تزولت إمتى فاطمة في أعقاب غزوة بدر يعني غزوة بدر كان سنة ستنين هجرية في رمضان بعد غزوة بدر فعلي بن أبي طالب مولاته دخلت عليه وقالت يا علي إن فاطمة خطبت من رسول الله فساكت علي فقالت ألا تذهب إليه فنظر إليها علي بن أبي طالب وقال لها أو عندي شيء أتزوج به في حال تفق قالت إذا أتيت رسول الله زوجك فذهب علي ودخل على سيدنا النبي وجلس إلى جوار الحبيب عليه الصلاة والسلام فنظر إليه سيدنا رسول الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صيغة وفي الرواية وفي مثل الرواية بهذا اللفظ وهذا القول لما دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أفحمت إجلالا وإكراما ذا يكلم بيه ذا يكلم سيد المرسلين طب هو لسه أول مرة يشوفه ما هو عايش معاه نعم ولكن هناك هيبة وهذا يعطينا إيجاب ووجوب وفرد على كل شاب يتقدم لخطبة فتاة أو امرأة أن يكون مؤذبا أن يكون مهذبا أن يعرف ويتعلم أولا كيف يخاطب الناس وكيف يصدق الحديث جلس عليه فنظر إليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما الذي جاء بك قال فسكت لم أنطق ده اللي بقول سكت ده مش أنا ده اللي بقول سكت ده ده صاحب البلاغة صاحب نهج البلاغة علي بن أبي طالب الذي يقال عنه مفتاح مدينة العلم يعني رجل حاذ البلاغة حاذ الأدب حاذ الشعر حاذ اللغة ولكن له أمام سيدنا رسول الله يسكت ويفحم كما يقول هو أفحمت فنظر إليه سيدنا رسول الله وقال يا علي لعلك أتيت لتخطب فاطمة قال قلت نعم الله وبعد ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل معك من شيء عندك مهر فسكت علي فقال له سيدنا النبي ما فعلت درعك التي سلحتكها كانت هناك درع وتوصف الدرع هذه بالحطمية لأنها تحطم فأعطاها سيدنا رسول الله هدية لعلي فبعد ذلك ذكره بها أين الدرع قال علي في نفسه والذي نفسه علي بيده ما تساوي هذه الدرع أربع الدراهن لا تساوي شيئا فقال نعم يا رسول الله موجودة قال ادفعها إليها وقد دوتتك إياها فدفع الدرع وتزوج فاطمة وادخلت فاطمة بعد أن أمر رسول الله بتجهيزها بقطعة من قطيفة وأشياء في منتهى القلة حتى قال عطاء بن غباح وهو يروي لنا حياة فاطمة في بيتها مع زوجها علي ومع ابنيها الحسن والحسين يقول رأيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن وإن قصتها لتطول الأرض أو تطال الأرض والجثنة المعون اللي بتعجن فيه دخلت على علي ابن أبي طالب تعجن وتخبز وترعى وقال علي ابن أبي طالب وكانت قد أثر السقاء في نحرها وكانت تقم البيت يعني تنظف وتكنس البيت حتى غبرت ثيابها وأثرت الرحى في يديها حتى لما بلغت من هذا مشقة الرحى ذهبت إلى سيدنا رسول الله لما علمت أنه قد أتي إليه بسبب قالت عيسى خادم يخدمني بتخدم علي ابن أبي طالب وبتخدم الحسن وبتخدم الحسين ومن هي هي أشبه برسول الله في مشيتها كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشبه في مشيته بمشية رسول الله ولا في حديثه بحديث رسول الله من فاطمة كان يقال إذا دخلت أو إذا مشيت كانت مشيتها مشيت النبي عليه الصلاة والسلام فراحت عيزة خادم فلم تجد الرسول فقصت قصتها على أمنا عائشة أخبرت عائشة سيدنا رسول الله سيدنا النبي رحلون بالليل في ليلة شاتية فدخل عليهما وقد أخذ مضاجعهما هذا في الصحيح أخذ مضاجعهما فكاد أن يقوم فقال على رسلكما زي منتو علي بن أبي طالب يقول فجالس بيننا حتى شعرت ببرد قدميه على صدري لأنها ليلة شاتية كان في الشتاء ثم قال لهما ألا أدلكما على خير على خير لكما من خادم قال بلى قال إذا أويتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وسلاسين واحمداه سلاسا وسلاسين وسبحاه سلاسا وسلاسين فذلكما خير لكما من خادم فقال علي بن أبي طالب ما تركت هذا يعني ما تركت هذا الذكر قل لعلي بن أبي طالب ولا في ليلة صفين قال ولا في ليلة صفين فهنا هذا يعني نقول المشقة تزال بذكر الله رب العالمين الضيق يزال وله مخارج عندما نتق الله رب العالمين في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أسرنا أيضا كذلك من سيرة سيدتنا الجليلة الكبيرة العظيمة النيرة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضها أنها حظيت بالقرب أكثر حتى روت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الأخير دخلت عليه فاطمة فجلست إليه إلى دواره فضمها سيدنا النبي وهمس إليها فضحكت فاطمة ثم همس إليها فبكت فاطمة فقالت عائشة فقلت وهي وهي تسأل فاطمة عن سر بكائها وضحكها في لحظة واحدة بين يدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بها تقول لقد أخبرني بموته ودنو أجله فبكيت ولكنه أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت وفي رواية أخبرني أنني أقرب أهل بيته لحوقا به فضحكت وعند الإمام أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نساء الجنة خديجة وفاطمة خديجة وهذه الرواية رواية صحيحة وهي أيضا تعد ممن كمل من النساء لأنه قد كمل من الرجال في الأمة كثير ولم يكمل من النساء إلا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام آسية مريم ابنة عمران خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها أيضا من خلال سيرة السيدة الكبيرة الجليلة العظيمة أمنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها نتعلم هناك من يسير بعض الإشكاليات وقد يوظف هذه الإشكالية بعض القائلين بمنع التعدد فيقولون إن علي ابن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة ومنعه رسول الله ومنعه رسول الله وهذه أعتقد أن الوقت يعني قد انتهى و إذا خضنا في هذا الحديث نحتاج له أكثر من خمس دقائق ف ولكن يعني نستخلص من قصة من علي ابن أبي طالب من الزواج على فاطمة أولا لأن فاطمة ربما يكون العقد ساعة العقد قد أخذ الرسول على صلى الله على علي ابن أبي طالب ألا يتزوج عليها وهذا يضمنه العقد سواء على عهد النبي أو على عهدنا هذا أو في أي عهد من العقود والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقد يكون هذا أيضا يحقق ميزة لأمنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها لأنها بضعة من رسول الله أيضا كذلك لأن هذا كان خوفا من رسول الله على علي لأن الذي كان سيتزوجها إنما 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 فاطمة بضعة مني من يؤذيها فقد آذاني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل دائما جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما نسأل الله تبارك وتعالى لأمتنا ولبلدنا الأم والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والإسلام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واقسم لنا يا ربنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر